الآن ننتقل إلى ضيفنا من ستوديوهاتنا في بغداد السيد طارق عبد الحسين حياكم الله سيد طارق وجنابك ممثل عن المتظاهرين الجيولوجيين حياكم الله في برنامج على المكشوف راح نناقشك عن يمازن أيضا اليوم بهذه التظاهرة العاشرة ما حققتوا تقريبا مطلبكم حسب ما اتحدثوا زملائك الآخرين لم تجدوا آذان صاغية رغم أنه حصلت استثناء من الوزير ولكن توقفت بسبب وزارة المالية تفضل أولا بسم الله الرحمن الرحيم حياة شاء الله سيدة وحيا الله الأستاذ مازين نحن بالبداية نشكر قناتكم المؤكرة على تغطيتها لكافة الأحداث والتظاهرات وتقف دائما مع شعبها بصراحة احنا عانينا كثيرا من موضوع الأذان الصاغية نزلنا صار نظاهر حوالي راح تتم علينا سنة كاملة نعم يعني من العام الماضي من الشهر السادس احنا نظاهر زي نعم فحقيقة احنا كبداية تعريف لقسمنا هو أحد تشكيلات كلية العلوم موجود فقط بالكليات العفو بالجامعات الحكومية يعني ما عدنا فد أعداد هائلة أعدادنا بسيطة تخصصنا نادر تخصصنا العفو مطلوب بالحكومة العراقية يعني احنا مقارنة باقي التخصصات عدتها فاض حقيقة كوزارة التربية ووزارة الصحة بس مفروض عليها بالقانون انه خلاص تعينهم نعم بينما احنا التخصصات اللي مطلوبة يعني احنا حقيقة عكس باقي التخصصات تخصصنا مطلوب وزارة النفوط من خلال تظاهراتنا وغيرها ابدت انه احتياجها لهذه الشريحة جيد اعدادنا مثل ما قتلك اعداد العفو ست بسيطة تقريبا اش قد تقريبا اش قد احنا حقيقة الكتاب اللي الرفع كان يضمن خمسمية وواحد واربعين اسم اكو مساعي انه يزيد الكتاب الى اكثر من هذا لاني تعرفين احنا اعدادنا الكل حوالي يكون الف اسم مو اكثر طيب اليوم اكو مشكلة عفوان خلي اسلمي الجو خمائل صحة طبعا استاذ طارق هاليوم يمكن اعدادكم اللي الف الالف باعدادكم هذولا كلهم خرجين لعدة سنوات مو سنة واحدة يعني متجمع من عدة سنوات تمام العفو استاذ انقطع الخرجين الالف تقريبا يعني هم خرجين مو بس هاي السنة اعداد سنوات سابقة نعم 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 خلال السنوات السابقة مثلا ليسابقيكم بالتخرج واحدة وعشرين اثنين وعشرين مثلا عشرين جتهم هذي الفرصة بالحصول على التعيين في وزارة النفط كان هناك وعود ايضا لهم تنفذ الجزء منها لو ش صار العفو استاذ احنا بالالف احنا هذا القسم في صراحة او يمكن هي صارة سياسة الدولة للعسف نعم التذامات الظاهر وتنزل للشارع وممكن حتى تنظروا لان ماكو يمكن وزارة التخطيط مغيبة عن هادشي نعم يعني احنا باقي الوزارات سبقوا نواية عن هال النقطة اعتها اعداد فائضة بس هي تجو تعين نعم نحنا ندخل للمستشفى نشوف اختصاص طب العسنان نعم اربع قاعدين بنفس المكان من دون اي شغل نعم بينما احنا المطلوبين يجي العامل الاجنبي يشتغلوا مكان فهاي النقطة سبقوا عرجت عليها استاذ طارق شن السبب برأيك يعني انت تقول احنا تخصص مطلوب ووزارة النفط ايضا تأيدكم بهذا الشي انه انتم تخصص مطلوب يعني اذا انتم مطلوبين وهل اهمال موجود فشن البديل يعني هل هو البديل العمال الاجنبية يعني صراحة استاذ الموضوع هو هذا صار اشبه باللغز يعني احنا الوزارة من باب انه الوزارة انه محتاجتك طيب من باب سادة كل الابواب وبويتشك يعني احنا عرجت على نقطة انه الف هذا الالف كان مو من سنة وسنتين عدد سنوات احنا بالالف اه بالضبط الفين وتسعة عش يعني يعني الا الظاهرة والشباب واعتصموا وفترشوا الارض تقريبا ثلاثة اشهر يعني عدد مو بسيط هاي كلها مصاريف على كاهل الخريج احنا تعبنا ودرسنا واهالينا تعبت علينا وبس حتى بالاخير نختلم فرصتنا دورنا المثلة بهذه الحكومة هم الا تظاهر واعتصام يلا طلعوا منهم يمكن مية واربعة وتسعين اسم فقط لا غير يعني هذا رقم لا شيء يعتبر هذا الموضوع وهي الاعداد هي تشمل بغداد والمحافظات ضد ضبط بغداد والمحافظات زين بالنسبة لباقي المحافظات يمكن ما عندهم فرصة بالشركات النفطية اللي بمحافظاتهم خصوصا محافظات الجنوبية لو خلص لازم يكون التقديم مركزي من الوزارة يعني استاذ هو شو الموضوع تجي من اي ناحية هو موضوع يعني صراحة مهمش ويقر يعني كل موضوع تفتحه هو بكارثه من تجل الشركات الاهلية طبيعة اول شيء انت الطلبة من عندك هو الخبرة يعني بصراحة صحيح زين هاي الخبرة من يمسك نانا النقطة يا استاذ طارق يعني ما اعرف خلينا نكون شوية نتحدث بصراحة احنا دائما يعني الشباب مع الاسف والخريجين يبحث دائما عن التعيين الحكومي يعني مو بتخصصكم فقط يعني حتى بكل التخصصات وانتوا تخصصكم نادر ومطلوب ما حاولتوا انتوا او احد منكم يعني انه يتواصلوا يا شركات اجنبية شركات عربية شركات عاملة اصلا في العراق ممكن تستفاد من عندكم ترى حتى الرواتب يمكن يعني تكون اقوى من الراتب الحكومي والضبط استاذ الموضوع مرتبط بنقطتين مهمة انا المفروض من اتعاقد مع الشركة وهذا اللي يقرر الدستور العراقي انه نسبة للعامل الاجنبي ونسبة للخريج او العامل العراقي وهو اولى يعني بحقيقة هو يشتغل ببلده بس هذا الشيء ما موجود موجود مثل ما اضطرق زميلي خلال التقرير العكس تماما يعني صاير 85% عمالة اجنبية و15 او اقل من هذا عمالة عراقية في حين المفروض انه 85% تكون العمالة عراقية بس هالشيء ما موجود يعني انت لو موجود هذا يسد يا استرطان هل قد يكون السبب بالخبرة والكفاءة يعني انت من خريج جديد قد الشركة تقول لك انا ما اجيب واحد خريج جديد ما عنده خبرة وما عنده كفاءة رح يجي يتعلم يمي واتعب عليه يدورون على عامل اجنبي ممكن مشتغل بفلان مكان مشتغل بفلان بلد ويلا جاي جاهز وكامل ينطيني انتاج ما هاي النقطة ايضا ممكن تفسد العفو ذكرتلك هي هاي النقطتين المرتبطة النقطة اللي اولى ذكرتها النقطة الثانية اهان شلون ممكن احصل خبرة يعني من خلال احتكاك حتى بالبداية ادرب الشاب اللي يتخرج معايشة تدريد مع الشركة حتى لو مجانة يعني بصراحة احنا طرحنا عدة حلول لما نظاهرنا قلنا يا با ما نريد فلوس نشتغل بالمجان حتى بس نتدرب نحصل على خبرة لما نقدم على شركة تقبلني يعني انا من حقها الشركة ما تقبلني احنا عدنا عدة حلول ولكن هذا القسم صراحة ما اعرفها شنو المنحوز اكو عمل بالموضوع طبعا انت ممكن الاغلبية ذكور يعني انات اقل في هذا التخصص فعلا هي الاغلبية للذكور بس هذا العفو نعم طيب سيد طارق اليوم لربما الاعداد بالتزايد وانت ذكرت انه وزير النفط يعني استجاب الى المناشدة وحصلته قرار الان المشكلة حاليا يوم وزارة المالية اخر المستجدات بشأن التخصيص المالي بعد هذه التظاهرة اكو احد طلعلكم من الوزارة تحدثوا اياكم شنو اللي صار بشأن الجانب المالي راح العفو اتسلسل شو بهذا الموضوع احنا لما نذكرت بالبداية ظاهرنا وطالبنا واحترمنا كل يعني تعليمنا وطبقتنا كمثقفين انه ما اسأنا للطريق للمارة لكل احد ما اعاقنا السير التزمنا كافة الامور من بعد عدة تظاهرات ودور السيد النقيب مشكور حظ املنا لقاءات داخل الوزارة ودعم التظاهرة صدرنا والحمد لله كتاب صدر الكتاب الكتاب بقينا الراجع عنا بالبداية كانت فترة انتخابات كل النواب المرشحين فاتحين أبوابهم اللي الراجع أهلا وسهلا ونقدم لك طلب ولكن بعدين بس بمجرد انتهت الانتخابات لكل أغلق بابه الوعود الكاذبة الموضوع هذا يمكن العراقين صارعتهم عرف بمجرد ينتين انتخابات ينتين موضوع المهم من بعد أمور ومراجعات ومن الشهر العاشر الكتاب أصدر والحنا اليوم بالشهر الثاني نهايته تقريبا أو وسطه شهر العاشر عام 23 تقصد اها بالضبط يعني من العام السابق صدر كتابنا وبعد متابعات ومستشارين ووزارة والدنيا كلها زرناها من كافة المسميات آخر شيء هسا اليوم بتظاهراتنا ودور سيد النقيب مشكور دخلنا للوزارة طبعا الوزير ما موجود كان مسافر سيد الوزير مدير مكتبة الوكيل حصلنا لاستاذ مدير العلاقات العامة شرحنا وضعية الكتاب قال بالنسبة انه اصدرنا كتابكم وعبرنا عن احتياجنا لكم وتخصيص المالي موجود انتوا على شركات الرابح يعني لا راح تكلفون الدولة شيء ولا راح تكلفون وزارة المالية شيء احنا مامني لكم وذاكري لكم بالكتاب حقيقة يعني الكتاب كان مبشر انه احنا محتاجين ذوله وعدنا تخصيص المالي لهم بعد شنو العذر اللي باقي من وزارة المالية الكتاب وصل للمكتب الرئيس الوزراء ما عنده اي مشكلة يعني حسب معرفتك او حديثك مع مدير العلاقات انه هنانا وزارة المالية فقط اذا وافقت حتى يعني هي ما تحتاج ان تخصص لكم اموال على اعتبار هذه الشركات هي اللي راح تزودكم بالاموال يعني رواتب ربحية تكون من الشركات من الشركات الرابحة يعني احنا كتابنا ما راح يكلف اي شيء وصل واصطدم وناموا بوزارة المالية ما اعرف شنو هالا ازدواجية مع احترامات الباقي التخصصات احنا لو ننظر للموضوع منظور منطقي احنا الاقتصاد العراقي على شنو يتمحور شنو الشيء الاساسي للاقتصاد العراقي اللي هو النفط بصراحة فوق التسعين بالمئة يعني النسبة زيان انا باقي التخصصات معايشهم والتخصص اللي انا محتاجه والرئيسي واللي معايش باقي التخصصات انا هاملة ومهم شيء يعني شيء ما يدخل العقل انا سيد طارق انتم ما تقدروا نتقدمون على هذه الشركات بشكل مباشر لو الا يكون اكو يعني الرجوع الى الوزارة هي اللي تعينكم او هي اللي اتوظفكم والعمليات العفو والعمليات المالية والحسابية كلها لازم تكون من خلال وزارة تكون مرجحها الوزارة اي بالضبط لكن احنا بمجرد يعني شيء روتيني بس ما اعرف شنو هذا التعقيد من يوصل لهذا قسمنا ما اعرف عليها لعنة ينفد شيء والله العظيم عجيب يعني احنا هاي سنين كلها يلا جاي قلت عدد خمسمائة وواحد واربعين او سبعمائة او الف هاي مال سنين باقي التخصصات شنو سبعين الف انا على وزارة التربية وزارة الكهرباء وزارة الصحة ليش على ياسع يعني انتو التخصص الاقل بس ما لاقين فرص عمل رغم الحاجة والتخصص اللي محتاجتها الدولة انا كل ساعة نوح على هاي النقطة يعني تخصص محتاجتها الدولة بس ما اعرف والله يعني بصراحة هذا اللغز ما نعرف شنو وضعه شنو الموضوع ما ندري شنو اللي راح يصيب بالفترة المقبلة في حال اذا بقت الوزارة وزارة المالية ما على قولتك من نوم الكتاب عدها او ما راح ترجع الكتاب بالموافقة الى وزارة النفط شنو خطواتكم المقبلة انتم كمتظاهرين احنا بالبداية ناشد دولة رئيس الوزارة المحترام ونتأمن خير صراحة بحكومته يعني شفنا العمران شفنا الاحتواء شفنا الانسانية واكو لقاء مع السيد النقيب شان لدولة رئيس الوزارة ذكر انه انا جيولوجي يعني انا اميلي لهذا القسم فانا احب ناشده ووجه لها رسالة يا دولة رئيس الوزارة التفت لهذه الشريحة هاي الشريحة انت محتاجها من خلال وزارة النفط فاحنا الناشدك والناشد وزارة المالية الناشد وزير النفط يتابع الكتاب ويأكد على موضوعه الناشد كل الخيرين يلتفتون لها يعني حقيقة سيت امانة الله ورسوله بالبداية كانت تظاهراتنا توصل اعداد كبيرة حاليا يمكن اذا زرته الاعداد قلت لانه بصراحة الخريج يعني الامكانيات المادية تعبت يعني انا ابو الموصل ابو البصرة اكو اشياء والله ما تلحيشي انجمعنا كروتا او اكو اشياء كلش قوية السيد النقيب يتكفل بيها فالأعداد بدأت تتقل احنا تعبنا وملينا يعني الى متى والله هو الخطوات القادمة ساد استاذ غارق يعني فعلا موضوعكم صعوب والحلو بالموضوع انه النقيب الجيولوجيين وياكم جدا متعاون ومساعدكم بهذه القصة اي والله احنا نوجه له تحية وشكر وامتنان من كافة الزملاج نعم احنا يعني راح نختم وياك اذا عندك شيء اخير تقوله اي بس خطواتنا القادمة العفو انت سألتنا عليها فاحنا الناشد بلك تكون بالامور القانونية وانا اثناء راح نكون ان شاء الله انه تظاهرة حاشدة وقوية امام وزارة المالية عسى ولعل يعني هذا سياسة الدولة الظاهر الا الضغط وطالب دولة رئيس الوزراء عسى ولعل يلتفت لنا بنصها على قامع جنابه نعم اذا احنا وصلنا صوتك ان شاء الله يصل الى سيد رئيس الوزراء سيد وزير النفط ويعني حتى وزارة المالية نتمنى ان يكون صوتكم موصل السيد طارق عبدالحسين حميد زاير ممثل عن المتواهرين الجيولوجيين شكرا لوجودك ويانا اشتركوا في القناة